مساء الخل على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهل العظيمة في كل مكان برحب حضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف وحصاد الأسبوع الحقيقة حلقتنا النهاردة عندنا أخبار كتيرة جدا جدا من كل العالم الحقيقة لكن أكيد بشكل خاص عن بطولة الأمم الأفريقية أبيت جان 20-23 لكن قبل ما نتكلم على منتخبنا أو قبل ما نتكلم على البطولة ونتيجها والمتوقع الفترة اللي جاية العادة بتاعتنا دايما نتقدم بأخبار نادين العظيم النادي الأهلي اللي دايما الحقيقة بتصدر المشهد خاصة كمان النهاردة بعد التتويج بجائزة جلوب سكر الخاصة بأفضل نادي في الشرق الأوسط وهي الجائزة الحقيقة اللي بتعكس حاجات كتير جدا جدا للنادي الأهلي المجاحات اللي بحققها النادي الأهلي على كافة المستويات سواء المستويات المحلية، القرية، العالمية وينعكس أكيد بالإجابة على قيمة النادي الأهلي وتكلمنا على نقطة مهمة جدا أن الجوائز جوائز طبعا من تنظيم عظيم جدا من أن النادي الأهلي كمان بيتوج بمجهودات كبيرة جدا على مستوى كورت القدم خاصة وعلى مستوى المنشآت لكن كمان على القيمة التسوقية والعلامة التجارية للنادي الأهلي الحقيقة اللي مهم جدا جدا نعرف أن هذه الجوائز بتضع العلامة التجارية للنادي الأهلي فأعلى معدلاتها مما يؤدي زي ما احنا شايفين للحقيقة يعني تصارع الرعاء للتعاقد مع النادي الأهلي النادي الأهلي سيظل الخير سفير للكرة المصفية في كافة المحافل والمنافسات الرياضية دي حقيقة النهاردة الكابتن محمود الخطيب كان حاضر في الاحتفالية اللي قدمتها أو بتقدمها مؤسسة جلوب سكر بدولة الإمارات العربية الشقيقة الحقيقة كان في حضور كوكبة كبيرة جدا جدا من مسؤولي ونجوم كرة القدم في العالم تم توجيه طبعا الدعوة ليهم لحضور الاحتفالية الضخمة في دولة الإمارات الشكور رافق الكابتن محمود الخطيب طبعا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي كابتن محمود الخطيب الحقيقة والنادي الأهلي طبعا حقق فيه عشرين تلاتة وعشرين حقق الدوري والكاس والسوبر المحلي مرتين دوري أبطال أفريقيا المشاركة في كاس العالم للأندية بالمغرب تلاها المشاركة في كاس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية والتتويج ببرونزية المنديال حقيقة كان موسم عشرين تلاتة وعشرين حقيقة كان موسم استثنائي مش هقول استثناء ولكن تاريخ للنادي الآهل الحقيقة 5 بطولات على مستوى عالي جدا النادي الآهل بيشارك في كل البطولات وييفوز بيها سواء على المستوى المحلي على المستوى القاري على المستوى كمان العالمي من خلال كأس العالم للأندية الحقيقة النادي الآهل يا كابتن محمود الخطيب كان له كلمة حقيقة في هذه الاحتفالية الرائعة وأهدى هذه الجائزة الحقيقة لجماهير النادي الأهلي العظيمة وقال النادي الأهلي جماهيره هي السيف والدرع للنادي الأهلي وهي رقم واحد في المنظومة كمان الكابتن محمود الخطيب أهدى هذه الجائزة لسيادة الوزير العمري فاروق وتمنى إن شاء الله في أقرب وقت ودعوتنا مستمرة الحقيقة لعودة طبعا الأستاذ الكبير والسيد الوزير العمري فاروق يعود إن شاء الله قريبا لأسرته وبيته سواء في بيته مع أسرته أو في بيته الثاني النادي الأهلي كان الكابتن محمود الخطيب وكلنا الحقيقة عمرنا ما نسينا العمري فاروق وكلنا بندعو لي إن شاء الله بالشفاء العجل ده على مستوى طبعا النادي الأهلي والجائزة جلوب سكر لأفضل نادي في الشرق الأوسط وكان الحقيقة احتفالية أكتر من رائعة وحضور النادي الأهلي الحقيقة على منصات التتويق سواء في الملاعب أو على مستوى الاحتفاليات والجوائز العالمية والأفرقية والمحلية الحقيقة متواجد بقوة في موسم أكتر من رائعة إن شاء الله بإذن الله تتواصل هذه الإنجازات في عشرين أربعة وعشرين وبإذن الله دايما الأهلي في المقدمة